يتعرض الكثير من الأطفال إلى حوادث متنوعة قد توقع الأهل بحالة من الخوف والرعب وعدم معرفة التعامل مع الحوادث حول الإسعافات الأولية وطرقها الصحيح تخديدا للأطفال معنا الدكتورة ناهد الحنبلي مدربة دولية للأمن والسلامة والإسعافات الأولية أهلا بك معنا أهلا فيكم وصباح الخير صباح الوردة لو سهل فيكم خلينا في البداية بس نعرف بشكل عام موضوع الإسعافات الأولية تمام هلأ إحنا يعني في قاعدة عامة الأقدار كلها بيد الله سبحانه وتعالى الموت والحياة كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولكن إحنا بنتكلم عن إسعاف الإنسان أو محاولة منع تدهور الحالة الصحية للمصاب أو منع مثلا حدوث الإعاقة يعني مثلا شخص لا سمح الله لو أنا ساعدته بدل ما أنه يصير غير قادر على تحريك إيدي ورجلي أنا أساعده أنه لا الحمد لله أنقذه أنقذ العمود الفقري وأساعده أنه يكمل حياته بأمر الله بدون إعاقات فهذه مفهوم الإسعافات الأولية يعني إحنا نقدم الرعاية الصحية للمصاب ما قبل وصول الرعاية الطبية قبل وصول سيارة الإسعاف أو الطبيب أو الانتقال بالمريض للمستشفى هي هذه تعريف ببساطة يعني فكرة الإسعافات الأولية تدخل أولي بيكون من شخص متخصص أو؟ تدخل أولي من شخص مشرط يكون شخص طبي ولكن شخص يفهم بأوليات الرعاية الصحية أولويات الرعاية الإسعافات الأولية ممكن يكون أي إنسان بسيط يعني دارس ثانوية عامة مش مشكلة يعني أي شيء المهم يكون إنسان متدرب على الإسعافات الأولية بس بمهارة لازم يكون عنده فكرة ما يتدخل ويكون جاهل في الموضوع هنا بس الخطورة اني انا اتدخل وما عندي فكرة وممكن تدخلي يضر المصاب معرفة لدى هذا الشخص وليس بالضرورة ان يكون طبيب او في المجال الطبي بشكل عنه نعم فخينا نتحدث الان على موضوع الاطفال ومعايير السلامة عند الاطفال كيف ممكن نتكلم فيه بالنسبة للموضوع الاطفال موضوع كبير كتير الاطفال يعني لما هنا فريق الاعداد طلب مني عن الاطفال فالموضوع اكبر مما تتخيل لكن احنا منقول انه انا الطفل فيه اولويات رعاية خاصة فيه مثلا في المنزل في السيارة في الطريق يعني فيه اولويات رعاية للطفل يعني لما اقول انا في الطريق يعني انا ما اعرض الطفل انه يطلع للشارع اني يعني اطلق الطفل يركض لحاله نيجيرك بالسيارة مثلا اترك الاطفال لوحدهم والام تصعد والاب ويتركوا الاطفال هما يصعدوا مثلا ما اترك الاطفال بالسيارة وأنزل أشري من السوبر ماركت يعني هذه تعتبر أولويات رعاية في المنزل مثلا داخل المنزل أولا أنا عندي طفل قدم إلى المنزل وصل الحمد لله وتمت ولادته لازم أنا أهيئ المكان يكون مناسب لهذا الطفل بدون ما أنا أجهد الطفل أصرخ عليه وأضربه وأعنفه لا أنت من البداية يجهز بيتك يكون مناسب لهذا الطفل مثلا أفياش الكهرباء مثال بسيط جدا المفروض تكون مغطية في قطع الآن صارت الأمور ميسرة مش إحنا فترة ما ربينا أطفالنا كانت الأمور صعبة كنا نحط تبلو الزي وأشياء عشان أولا الآن كثير تطورت أنت عندك أفياش كهرباء حط أفياش وقطع غطي فيها أفياش الكهرباء عندك درج في حاجز بينعمل بينحط على أماكن الدرج سواء صعودا أو نزولا تمنع أن الطفل لا سمح الله يسقط على الدرج عندك المطبخ باب المطبخ المفروض كمان أحط باب هيك زي أعمدة السجن زي ما بقولوها أحطه عند مدخل المطبخ علشان أنا ما الطفل يدخل أصير أصرخ عليه فتح الدواليب تعرف الطفل عنده فضول فيسبح الدواليب يطلع مثلا أدوات يطلع سكاكين أو يخبط على الغاز ينزل عليه أشي سخن مثلا مثال التلفزيون التلفزيون مثلا أحطه أنا في مكان غير آمن يقدر الطفل أنه يمسكه ويسقط عليه فهاي منسميها إحنا أولويات الرعاية في المنزل تجهيز المنزل نفسه بدون أني أنا ما أخاني الطفل وأضغطه وأصرخ عليه هلأ الطفل إذا كان فضولي زيادة بعض الأطفال بتشوف عنده فضولي زيادة إلا بده يمسك الكاسة السخنة كذا فأنت ممكن تعمل إجراء بسيط معه شوية يعني بده شجاعة أنك أنت تمسكه الشيء السخن وتعلمه أنه هذا أوه هذا ساخن يعني عشان يعرف أنه لا هذا خطر يعني أنا ببدأ أدرب الطفل على مواطن الخطر بطريقة شوية تربوية تعليمية تربوية وهادية علشان يستوعب بدون عنف يعني في أهالي للأسف بيكونوا عنفين مع الطفل ببصير عند الطفل ردة فعل بيصير بده يهجم على المواد على الأدوات مثلا أنا جايبة هنا نماذج للكيميكال برضو جيد كل هذا حنشوفه خلال الحديث بس أنه الفكرة أنه إحنا ما نستنى لمصيبة تسير إحنا ممكن نقل احتياطاتنا الرعاية ما قبل الرعاية ما قبل ما تحصل هذه المشكلة طب خلينا نتلم على موضوع الكدمات موضوع الجروح اللي ممكن تحصل خاصة إذا كان حصل أي شيء داخل المنزل من الأمور اللي أنت تفضلت فيها الآن على مسألة الرعاية الأولية لو ما كانت هذه الرعاية الأولية موجودة أو حصل أي مشكلة أو حصل يعني تعالق بكدمات تعالق بجروح عند هذا الطفل نعم شو الإجراءات اللي ممكن إحنا نتخذها أو نتعامل معاها وهل بيكون كل حالة مثلا إذا كان في القدم في إجراءة معينة إذا كان حسيت أنه هو نضرب براسه في إجراءة مختلف في منطقة الصدر البطن إلى آخره كل منطقة لها إجراء معين ولا إحنا نتعامل بشكل عام مع الطفل بحال سقوطه أو جرح ما أو كدمات ما هي نفس الإجراءات ممكن نتعامل فيها لا أكيد فيه اختلاف حسب المنطقة هو دائما إحنا لما بتعرض الطفل لسقوط من أهم شيء يعني منوصي عليه أنه يعني انزع ملابس المصاب وشوف هل يعني السقوط اللي يتعرض له الطفل هل هناك إصابة أخرى إذا إحنا في البالغ نفس الكلام بنقوله أنه أنا لازم على طول أكشف الجسم وأشوف وين الإصابات اللي اتعرضها الطفل أثناء سقوطه فممكن يكون مثلا في سقوط على الرأس رافقوا بعدها صدمة أو كدمة مثلا على عند الرئتين مثلا كدمة عند الرئتين خطيرة جدا ممكن تكون الرئة نفسها متعرضة لثقب لا سمح الله يعني الضربة من قوتها يكون ساير شيء داخل الرئتين فالمفروض أني أنا يعني أكشف على جسم الطفل كله وأتأكد وين الكدمات إحنا الكدمات بشكل عام سواء بالصغار أو بالكبار نستخدم وسيلة اللي هي الكمادات الباردة ما منحطش تلج التلج بيعمل حرق بالتبريد فحاول نستخدم دائما كمادات الباردة ما عندك كمادات أنا ممكن أستخدم اللي هي أجيب يعني شاش شاش أو قماش وأغطسه بالمي الباردة وأضع على مكان الردود والكدمات دون تدليك أهم نقطة في الكدمات ممنوع التدليك يعني الوسيلة اللي بعض الأمهات بيستخدموها مو أدر أفهمهم يعني إنها بتحط مثلا هنا عراسه وبتنزل ضغط ما إلو داعي ارحميه للطفل لأنه بيكون أغمى عليه من الوجع فارحميه للطفل لا تضغط عليه بس حطي الكمادة وارفعي حطي الكمادة وارفعي أهم نقطة إنه ما تكون هذه الإصابة في مكان مثلا زي الصدر الرئتين يعني هنا منطقة الصدر والبطن وخصوصا إذا نبين أثر الكدمة فلا بهاي الحالة أنا لازم أنقل على المستشفى أخشغ خلال هاي الفترة البسيطة إنه لا سمح الله يكون فيه إصابة كبيرة داخلية وأنا مو شايفاها ممكن يكون أمر بحاجة لصورة أو بحاجة أنا حسنة حادثة يعني كنت في بيت أحد من الأقارب والأطفال صرخوا إنه في طفل سقط فعلى طول مسكوا الطفل وقالوا إنه الكدمة هنا فالكل بتعرف إحنا كيف يعني مشكلتنا إنه منفزع وهيك فبدأوا يضعوا كمادات على طول أنا عيني إجت على الولد إنه نظرة العين متغيرة يعني العين عنده عمالها تروح باتجاه غريب الولد ما عماله يتكلم طفل مخبوط في راسه وكدمة كبيرة المفروض يكون ردة فعل قوية منه في بدأ زرقاق حولين شفايفه أنا اللحظة هاي صرخت على أمه بتقولهم لو سمحته احملي الولد بأقصى سرعة على المستشفى في هاي اللحظة إجاني خوف شديد إنه يكون فعلا في إصابة داخلية وبالفعل وصلوا كان في الثواني الأخيرة الولد كان في إصابة في الرئتين ودخلوه طبعا فورا على عناي مركزة وفضل الله تم إنقاذ حياته هي كانت أقل جزء من الثانية لأنه بالطريق الولد بدأ يغيب فهذا اللي بنقوله إن إحنا في أي إصابة ما تتطلع على الإصابات الظاهرية حاولوا بسرعة تكشفوا ملابس المصاب وتتأكدوا تتفقد كامل الجسم نعم وما تدلك أي كدمة مهما كانت لا تدلكها مهما كانت تقول والله بعمل له مساج ما تتدخل بهذه الأمور فقط أنت كمادات باردة وأول ما تكون الكدمة جديدة ثاني يوم إذا كانت خلص بدأت تزرقت وخضراء وهيك فأنا ممكن أضع له كمادات دافية عشان الدم اللي تخثر يمشي معي هذا بالنسبة للردود والكدمة طبعا أنت هنا دكتورة بتقومي بعملية تصحيح لخطأ شائع بشكل كبير جدا عند الجميع تقريبا إحنا أول ما نشوف أي طفل تقريبا حصل عنده أي كدمة فيه بغض النظر عن المكان تجد عملية الضغط عليه عملية الفرق على هذا المكان وكمان أنا ما بفهم بالضبط السبب من وراء القيام بهذا الإجراء أو بهذه الحملية فلا كتير غلط لأنه أنت يعني ممكن يكون في أوعي دموية عمالها تتهتك أنت عمالك تزيدها يعني عم بتزيد في تهتك الأوعي الدموية فنخرج من هذه الدائرة بحد أقصى أنا ممكن أحط كمدات باردة وأخلي الكمدات باردة وأستخدم رباط ضاغط بس ما أضغط كمان يعني بس ألف يعني ألف على المكان بحيث أني أحافظ مثلا على الكمادة على المكان وألف عليها علشان بس أني وممكن أحط له مسكن يعني مرهم مسكن أدهنه وأحط للرباط وأخفف الألم أكتر من هيك ما منتدخل زي ما قلنا إلا إذا أنا شكيت أنه الإصابة جاي في مكان خطير فهوني أنا حدخل في دائرة أخرى طيب خلينا دكتور نتكلم على مرحلة خانسة مية أكثر تقدمة أو أكثر خطورة ممكن تكون هي بخلاف مسألة الكدمات مسألة النزيف اللي ممكن يحصل سواء كان من الأنف ممكن من الأذن مثلا أحيانا فكيف بيتم التعامل مباشرة عملية التدخل الأولى داخل المنزل التدخل الأولى بالضبط كيف ممكن تكون هي بيكون نتكلمون في الشارع يعني إحنا بشكل ما نتكلم على المنزل بس نتخذ المنزل بأي مكان يعني إحنا في الصيف الآن فممكن الأطفال ينزل ويلعبوا يحمى دمهم في الشمس فهو يتعرض لنزيف في الأنف فالناس في بعض الإجراءات يعني الأخطاء الشائع دائما بحب أركز على الأخطاء الشائع في الإسعافات إنه بالجألة إنه يرجع الراس للخلف إنه الدم يحاول يمنعه يرجع وهذه من أهم أو أكبر الأخطاء الشائع في نزيف الأنف في نزيف الأنف المفروض العكس تماما إني أنا أخلي الرأس متقدم للأمام وأستخدم أيضا يعني كمادات باردة مثلا أضعها على الجبهة بهذا الشكل وبعدين أجيب هنا يعني أجيب على أنفه على الأنف هنا اللي هي المنطقة اللي بين عظمة الأنف والمنطقة الطرية الغضروفية في الأنف في هذه النقطة عند هذه النقطة أنا حمسك المصاب أضع رأسه للأمام وأضل ضغطه وكمان أستخدم الكمادات الباردة بهذا الشكل دكتورة إيش الفرق بين يعني وين مشكلة مسألة إرجاع الرأس للخلف أثناء النزيف ممتاز وشو الفكرة إنه للأمام آه للأمام لأنه مسألة إرجاع الرأس للخلف كمان هاي شغلة شائعة عند الجميع تقريبا صحيح لأنه أنت الدم عم ينزل في تحتك في الأوعية الدموية سبب النزيف تحتك في الأوعية الدموية انفتحها فالدم عم ينزل فأنا لما أرجع للخلف فأنت عم بتدخل الدم ممكن يدخل سواء على الجهاز الهضمي أو على الجهاز التنفسي وهذا سيء جدا أنا ما بدي أنا بدي الدم الفاسد هذا يطلع بره جسمه لذلك أنا بخليه للأمام المشار مو شرط بالشكل هذا بلكن فقط رأسه للأمام مع الضغط المستمر المستمر مع وضع الكمادات الباردة حلاقية بكل هدوء أهم حاجة هدئة المصاب بعض الناس آه لا هدئ المصاب اهدأ عمله كمادات باردة ضع يدك بهذا الشكل لحد ما يهدأ خلي الدم ينزف بعدين تضع له إيش مناديل قطن علشان بس أتلقى الدم اللي نازل فلازم ينزل ما لازم يدخل جوه جسمه هذا دم فاسد خلص عم يطلع بره الجسم بعد هيك إذا لاحظت إنه ابني عمالها تتكرر عنده هاي النقطة ممكن يكون عنده جفاف في هاي المنطقة وتشققات فأنا ممكن أستخدم مرهم لعيون أستخدمه داخل الأنف يعني ألطف داخل الأنف في مرهم لعيون بالنسبة لا بالنسبة لنزيف الأذن نزيف الأذن له سبب جوهري جدا إنه لا سمح الله بيكون المصاب متعرض لشيء معين صرخة ضغط هوا معين مأثر على طبلة الأذن فهاي لازم لازم إنك أنت تراجعي الطبيب أنت ما بتقدر تعمل إشي فقط فقط يعني نفس الكلام شوف كيف في الأنف قلت نضغط ونخليه للأمام الأذن أكيد ما رح أضغط بس ما بيصير إذا هذه الأذن تنزف إني أعمل هيك لا بالعكس خلي الدم اللي خرج يطلع ولازم أتأكد إيش عم بيخرج من الأذن إذا دم ممكن يكون طبلة الأذن إذا لا سمح الله سوائل صفرة ممكن يكون من الجمجمة يعني الولد ساقط ومتعرض لكسر في الجمجمة وهذا إجباري بده دكتور بده مستشفى مباشرة نعم بدون أي تأخر موضوع شرب المواد الكيميائية كيميكالز برضو هاي من الأشياء برضو اللي موجودة بشكل كتير في بيوت لأن الطفل نعم مثل ما حكيتي في البداية دكتورة هو فضول كتير وهذا شيء معروف لأنه هو صغير وبيستكشف وبدو يعرف أكثر وأكثر هذا شو هذا شو هذا شو وبدو يجرب بنفسه وحتى له لو شاف هذه ممكن يفكرها كولا عصير حلاوة أو ما شابه وبالتالي هو ممكن يشرب منها فشو الإجراءات الأولية في هذا الموضوع الإجراءات الأولية أول إشي أنا المواد الكيميائية أولا مفروض أتركها بعبواتها تمام لأنه عبواتها بتكون معمولة بطريقة أنه ما يقدر الطفل بسهولة يفتحها الأمر الثاني أنه المفروض أضعها بمكان آمن يعني لازم تكون المواد الكيموية موجودة في مكان آمن بعيدا عن متناول الطفل يعني إذا متلاحظ أنا اضطرت بعنف أتعامل مع القارورة طبعا مثلا هذا مادة لكلور شوف كيف معمولة بطرق يعني عبوات الكيميكالز دائما بيكون عليها تحذيرات ومعمولة بطرق أنه ما تكون سهل على الطفل فتحها فما بيصير أنا أنقل أجيب مثلا العبوات الكبيرة مثال وروح أنقلها على عبوات بيبسي أو عصير أو غير وكتير هذا الأسف في أمهات بيعملوا هذا حتى الكبار ممكن يخطئوا في هذه المسألة طبعا أنا وأنا يعني بعمري تسع سنوات أخطأت يعني كان موضوع قارورة يعني هي شكلها قارورة ماء ولكن موضوع فيها كاز جنب الجرة هاي الفخارة كان الأهل عندهم هكذا زمان يحطوا بيحبوا الجرة الفخارة فأنا أعتقدت إنها قارورة ماء فأجيت أشرب طلع كاز فالمواد هاي كتير خطيرة أولا طبعا تخضورتها تختلف فيه مواد حارقة فحارقة يعني زي مثلا عندك مسلك البالعات مواد حارقة بتاكل اللحم وعندك مواد ممكن تسمم الجسم لكن مش حارقة يعني فيه كاوية وحارقة وفيه مش حارقة يعني مثلا زي الديتول والمطهرات أقل خطورة أكيد طيب أنا إيش أعمل لو شف الطفل اتعرض لمواد كيموية سواء جسمه سواء شرب سواء جعل عينه في قاعدة عامة في الإسعاف المواد الكيموية أنه أنا أغسل لمدة عشر دقائق ولكن أنا من تجربتي الشخصية أنا اشتغلت كتير فترة طويلة أنا أصلا تخصصي مختبرات طبية وعلمية فأنا اشتغلت كتير بالكيميكالز وتعاملت معها وطلعت لها يعني كل الكودات ترجمات الكودات السلامة والخطورة فأنا مع تجربتي الشخصية جدا أنا بقول المفروض أنه على الأقل 30 دقيقة أغسل بالماء علشان أتأكد بأمر وبعدين الغسل ما يكون لمنطقة بحددة يعني إذا أنا شكيت أنه طفل فرضا سقطت المادة على إيده لا اغسل الجسم كله لأنه حصلت كتير حالات أنا بعرفها أنه مثلا غسلوا الإيد اكتشفوا بس على ما وصلوا المستشفى أنه يا لطيف جاي على الوجه والتشوهات والآخرة فأنا من المواد الكيميكالز لازم أغسل لمدة 30 دقيقة هذا إذا كان خارجي والعين طبعا أغسلها بحيث أنه يكون في مجرى إذا ما عندك مجرى المفروض أنك أنت على الأقل جيب زي كوب وتفتح العين داخل الكوب وتكب الماء وترجع تغيرها لمدة على الأقل نفس الكلام نصف ساعة إذا كان لا سمح الله أنا شكيت أن الطفل هذه الكيميكالز شربها إذا كانت حارقة لا تخلي الطفل يستفرغ يرجع أنا بدي أستخدم الحليب مواد يعني مبردة أستخدمها يشرب حليب بكميات كبيرة أو حتى خبزة وجبنة يعني عشان أخفف من تأثير أو فحم إذا عندك عشان أخفف أقلل من تأثير المادة الحارقة يعني ممكن فحم وحليب عشان كله أخفف أنه الفحم من صفاته أحبوب الفحم الفحم بيمتص المواد السامة إذا كانت المواد اللي شاكة فيها إنها مش حارقة يعني مواد زي الديتول زي دواء فأنا ممكن أساعد الطفل على عفوان التقيق يعني أعطيه مثلا مي وملح وأحاول أخليه أنه يراجع أظل أعطيه مي وملح لحد ما يراجع الطفل وبعد ما يراجع أعطيه حليب كذان أو فحم ليه؟ هلأ الطفل ممكن يأخذ الحبوب الفحم هذه؟ ممكن حسب عمر الطفل طبعا ما أنا بتكلم على حسب عمر الطفل إذا الطفل كتير صغير لا ما رح يقدر يأخذ حبوب الفحم رح يضطر أعطيه بس حليب 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 يعني شو السنة اللي تتوقع هلأ شوف يعني بعد السنة ممكن يعني ممكن حتى أدوب له يا بمي وأعطيه يعني أطحنه وأعطيه مع مية بعد السنة بس قبل السنة كتير صعب إنك أنت حتى لو دوبته يعني مش سهل مش أي طفل حسب قدرات الطفل في أطفال سبحان الله يعني من بدري ببلشوا يقبلوا الأكل وياخدوا المواد هاي يعني ممكن تأكل خبزة ممكن يأكل شابورة فبالتالي هذا ممكن أنا أطحن حبة الفحم أدوبها بسرعة شوية مي وأعطيه إياها لكن مثلا إذا رضيع يعني لا فأنا حضطر إني بس حليب وعلى طول أكيد على المستشفى يعني في كيف فهاي أهم النقطة يعني مثلا أنا حصل معي واحد من أولادي إنه فتح التلاجة وطلع من مش بقولوا لكل جواد نكبوا إحنا شوف يعني أنا وزوجي طرع يعني طب ومتخص وإلى آخر بس فتح التلاجة الولد وطلع القارورة وأنا كان عندي ضيوف في البيت فكان يعني على طول أول إجراء هو الحليب وبعده الفحم من فضل الله يعني على طول نقلنا على المستشفى فكانت المادة هي فالفنتولين فالفنتولين بيأثر على القلب مباشرة طبعا بالعناية المركزة وكذا ولكن فضل الله رب نجا فيعني شايف كتير بدهم حضر الأطفال الأدوية لازم تكون بأماكن عالية شوي مرتفعة وإذا اضطررت أن أحض دواء بالتلاج وبدأ أكون محكمة كتير إغلاقه طيب دكتورة خلينا نختم كمان في مسألة التدخل الأولي أو الإصافات الأولية لكن هذه المرة خلنتكلم إذا كان في حيوان معين تعرض لطفل عضو أو اعتداء معين من هذا الحيوان على الطفل شو التدخل مناسب في هذه الحالة شو في عضات الحيوانات هلأ مش شرط يكون حتى حيوانات أليفة يعني ممكن يكون الحيوان بالبيت بس أنا قسرت في تطعيماته اختلط مع حيوانات في الشارع فممكن كمان يكون لا سمح الله تعرض لإصابة فبشكل عام أي عضة حيوان أي عضة حيوان المفروض أول أني أغسل نفس الكلام على الأقل بالماء لمدة 30 دقيقة بعدين فورا أنا عندي مرضين بخاف منهم بعضات الحيوانات عندي التيتانوس وعندي السعار اللي هو مرض الكلب فهدول التنين خطيرين جدا لأنهم بيأثروا على الجهاز العصبي يعني بيأدي للوفاء يعني فالمفروض فورا أني أنا أنقل المصاب للمستشفى يأخذ التطعيمات بيعطوه تطعيمات طبعا زمان كانت 21 يوم الآن صارت 3 إلى 5 حسب يعني نوع الإصابة حسب نوع الحيوان اللي متعرض له في العضة فأي عضة مهما كانت اغسل علشان أزيل أي بكتيريا أي مواد سامة أنت عارف حتى لو الواحد مجروح مجروح عندي جرح جرح قديم وإجا كلب مثلا ولعق هذا الجرح الكلب لعابه فيه مواد يعني فيه ميكروبات مسممة فالمفروض فورا أنه على طول أغسل أعقن يعني لازم نستخدم فورا التعقيم ولازم أروح على المستشفى أخذ التطعيمات احتياطا يعني فتكون شوي الواحد حذر في موضوع اللعاب يعني أو عضات الحيوانات لأنها كتير خطيرة دكتورة احنا كتير نتشكرك على كل حديثك وعلى هذه المعلومات ومسألة التصحيح هذه لبعض المفاهيم الخاطئة في التعامل مع التدخلات الأولية كمان هذه كانت كتير مهمة مفيدة إلي كمان حتى على الصعيد الشخصي الله يسعي أنا بشكرك كتير على حضورك معنا دكتورة ناهد الحنبلي مدربة دولية للأمن والسلامة والسعفات الأولية شكرا لك دكتورة أحلام فيكم